موسيقى من ناحية مبدئية لو وجد لي فراغ قانوني في علاقة بالمضامين التي جاء عليها المرسوم عدد 54 أولاً عندما نتحدث مثلاً على المساس بكرمة الأفراد وسمعاتهم وشرفهم هناك الفصلين 55 و 57 من مرسوم عدد 115 ينظمين هذه المساسة ويسلطوا حتى عقاب معناة على من يقوم بالمساس بكرمة الأفراد ولا سمعتهم بالنسبة لنشر الأخبار الزيفة هناك الفصل 54 من مرسوم عدد 115 أيضاً نشر الأخبار الزيفة هي جريمة على معنى القانون التونسي ووضع على هالمشرع عقاب جملة من المبادئ الأخرى المتعلقة مثلاً بمزاودي خدمة الأنترنت الالتزامات هناك ترسانة قانونية منذ تقريباً 1997 موجودة تنظم التزامات التي تقع على عطق مزاودي خدمة الأنترنت الآن فما مشروع مجلة رقمية عديد الجرائم المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 الذي صدر مؤخراً منصوص عليها في المشروع هذا والسؤال الذي يطرح نفسه في المستقبل عندما سيقع المصادقة على المجلة الرقمية هل سيتم استيعاب أحكام المرسوم أم لا؟ هذا مؤكد لأنه بالعودة إلى التجربة التونسية من 2011 إلى يومنا هذا استدر المرسوم عدد 15 في 2011 لكن كان هناك نوع من التردد أو تذبذب لدى المحاكم التونسية هناك محاكم تطبق المرسوم 15 هناك محاكم تطبق مجلة الاتصالات الفسطة 80 الذي يتحدث على الإساءة إلى الغير عبر شبكة العمومية الاتصال هناك محاكم تطبق المجلة الجزائية كل ما يكون الضحية متاع الخبر الزائف أو الثلب أو الشتم هو موظف عمومي أو رئيس جمهورية يتم تطبيق إما 125 مجلة جزائية حضم جانب موظف عمومي أو 128 مجلة جزائية نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو 245 يتحدث على القذف العلني وإلا في فصل الشاهير فال67 ارتكاب أمر موحش ضد رئيس جمهورية بسدور المرسوم عدد 54 سوف يكون أولا هناك نوع من الضبابية والغموذ في القضاء التونسي هناك محاكم سوف تطبق المرسوم 154 هناك محاكم سوف تطبق المرسوم 155 وهذا التضارب أو هذا الغموذ على مستوى المعايير الدولية يعتبر إخلال بالدولة التونسية لالتزاماتها على مستوى القانون الدولي لأن دولة تونسية مجبرة بمقتضاء العهد الدولي المتعلق بالحق المدني والسياسية إنها لما تظهر تشريعات تكون تشريعات دقيقة وواضحة شمعتها دقيقة وواضحة؟ يعني المواطن والمواطنة والصحفي والصحفية يقدر إنه هو كي يعمل خطأ معين يتوقع شنوه نجم يترتب على الخطأ أذى أما إحنا تواب يسدور المرسوم هذا معتش نعرف بالنسبة للالتزامات هناك من حيث المبدأ من حيث المبدأ طبعا يجب حماية الحق والحريات يعني هناك أدلة رقمية تحتاجها الدولة يحتاجها حتى الأفراد غدا معنا مواطنة ولا مواطنة يتم ابتزازها ولا ابتزازوا عبر المواقع التواصل الاجتماعي من خلال هالأدلة رقمية هذه اللي يحتفظوا بها مزاودي الأنترنت الدولة والقضاء ينجم يعتمدها في تتبع المجرمين وبالتالي هي مسألة مشروعة المشكلة في المسألة هذه أنه ما فيهاش الضمانات القضائية الكافية غدا شكون يقول أنه المزاودة ذا بش يحفظ المعطيات هذه بصورة تحمي المعطيات الشخصية شكون يقول أنه المزاودة ذا مش بش يتم الاعتداء على المعطيات هذه واستغلالها لأسباب سياسية لأسباب اقتصادية نجم نذر بها الشركات وإلا الجمعيات وإلا الأشخاص الطبيعية لأنه ما فيماش الضمانات الضرورية فما مشكل لنا على مستوى الضمانات ما الفت انتباهي في المرسوم هذا في علاقة بهذه المعطيات التي يتم تخزينها أنه الفصل التسعة في حد ذاته من المرسوم يمكن مأمورية الضابطة العدلية بش أنهم يطلبوا أي معطى أي معطى وهذا يشكل خطر على الحق الصحفيين في حماية مصادرهم لأنه مثل ما نعلم المرسوم يو خمستاش كيحكيه على سرية المصادر يقول لك هناك ثلاثة شروط متكاملة يزيما تتوفر بش الصحفي ينجم يعطي سمسطر شروط هي أنه يكون فما إذن قضائي أولا ثانيا أنه تكون من صنف المعلومات التي من خلال الحصول عليها سوف نتجنب المساس بأرواح المواطنين والمواطنات وشرط الثالث أنه القاضي يثبت أنه سعى بكل الوسائل الحصول على هذه المعلومة ولم يستطع إذن ثلاثة شروط الآن بمقتضاء المرسوم الجديد يمكن الحصول على المعطيات التي يخزينها الصحفيين فقط من طرف مأمورية الضابطة العدلية وهذا فيه إخلال جوهري للمرسوم يو خمستاش ويشكل ردة بالفعل على مكتسبات حقوق الإنسان ومكتسبات حرية الصحافة بعد الثول هو من المشروع أنه يتم وضع عقوبات على جملة من الجراءة مثل مساس بكرمة الأفراد، سمعة الأفراد، شرف الأفراد أو نشر أخبار مضللة من شأنها المساس بنزاهة المسار الانتخابي أو المساس بالأمن العام أو الديفاع هذه مسألة ضرورية لكن من المشكل؟ المشكل أنه الفصل 24 على مستوى السياغة كان سيئة جدا بالأكثر من ذلك، أنا كنت في الفترة الأخيرة بعد صدور المرسوم اطلعت على تجارب المقاناة في المنطقة العربي ومؤخراً ما تصدرت عديد النصوص القانونية المتعلقة بالجراءة من الإلكترونية كما في سوريا مؤخراً منذ بضعة أشهر في السعودية، في الإمارات، في ليبيا وكنا نقوله إلى حد ما تصدور المرسومة ذلك أن القانون الليبي هو أسوأ قانون على مستوى التعامل مع الجرائم الإلكترونية لأنه السياغة كان سيئة إلى غير ذلك لكن بعد صدور المرسوم التونسي، نص القانون التونسي، أصبح نتوى نقوله، نجمه نقوله أنه النص التونسي أسوأ نص قانوني ينظم الجريمة الإلكترونية في المنطقة العربية لسبب بسيط أن الفصل 24 هذا هو فصل خطير جداً لأنه يضع طائفة واسعة من الجرائم ويحط لها نفس العقوبة لها خمس سنوات سجن أو عندما يكون الضحية موظفة عمومية تكون عشر سنوات سجن في حين الأصل في الأمور هناك مبدأ في دستور 25 جولي 2022 هو مبدأ التناسب اللي ينص على أنه على حسب خطورة الضرر يقع وضع العقوبة المتناسبة وما نقدروش لهنا يعني مثلاً إنسان ينشر تدوينة فيها ثل شخص معين إذن هنا الضرر ليس شخص برك ما نجموش نحطه نفس العقاب اللي هو خمس سنوات كيما إنسان ينشر خبر مضلل من شأنه المساس بنزاهة المسار الانتخابي ولا تسير فبر كالحسابات وصفحاتي لغير ذلك من أجل تضليل للناخبين ما هو مش نفس الخطر معطى آخر مضاعفة العقاب عندما يتعلق الأمر بموظف عمومي أو برجل أو إمرأة سياسة هذا أيضاً مخالف للمعايير الدولية الأصل في الأمور أن الشخصية العامة العقوبة تكون أقل لما يتعلق الأمر بشخصية عامة لماذا؟ لأن الشخصية العامة هذه قبلت أنها تكون موجودة في الفضاء العام وبالتالي يجب عليها أن تبدي تسامحاً أكبر تجاه الانتقادات هو المشكل حتى على مستوى تونس من جهة تونسية عندما نطلب بعض المطلوبين لدى القضاء التونسي لأنهم نشروا إشاعات أو أخبار مضللة أو نشروا مضامين بصورة ممنهجة فيها معطيات شخصية، ابتزاز، فبركة لغير ذلك عديد الدول خاصة الديمقراطية ترفض تسليمهم لماذا؟ ترفض تسليمهم لأنها تعتبر أن تسليم يجب أن يتم وفقاً لمبدأ المحاكمة العادلة، احترام حقوق الإنسان إلى غير ذلك يعني تسليم هي مسألة ليست سياسية أو مسألة إدارية هي مسألة حقوقية بالأساس لأننا نتحدث على تسليم من يشتبه فيهم أنهم مجرمون وبالتالي هذه مسألة مهمة جداً أحنا في الدولة التونسية نذكر أن منذ الثورة قمنا بتسليم عديد الأشخاص لدولهم بالرغم أنه لا تتوفر الضمانات المحاكمة العادلة وهذا المرسوم من خلال التعاون الثنائي أو المتعدل الأطراف بين دولة تونسية ودول أخرى هو في نهاية المطاف تكريس قانوني سوف يكون تكريس قانوني طالما أن السلطة السياسية لا تعيد بأهمية احترام ضمانات حقوق الإنسان فهذا يمكن أن يحدث في المستقبل أن يكون هناك صحفيون لاجئون في تونس موجودون في تونس لاجئون أو غير اللاجئين يعني يمكن لتونس أن تسليمهم لدولهم هنا يجب أن يكون هناك طبعا نوع من اليقظة المجتمعية على مستوى وسائل الأعلام منظمات المجتمع المدني حتى لا يقع التسليم من حيث المبدأ لكن طبعا إذا ما كانت هناك ضمانات المحاكمة العادلة في الدولة التي سوف نقوم بتسليم هذا الشخص إليها هناك ضمانات المحاكمة العادلة وبالفعل هناك قراءة قوية أنه ارتكب جرام حتى بالمنطق القانوني لا يمكن أن تكون تونس نوعا توفر نوعا من الحصانة للمجرمين أو إلى غير ذلك إذن هي مسألة التوازن بين مبدأ التسليم عندما يكون الشخص بالفعل قراءة قوية أنه مدين وخاصة في الدولة التي سوف نسلم هذا الشخص إليها تكون دولة تحترم مبدأ المحاكمة العادلة تحترم حق الإنسان تحترم حرية الصحافة إلى غير ذلك طبعا إذا ما لم تتوفر هذه الضمانات يجب على دولة تونسية أن لا تسلم هؤلاء الأشخاص لأنها سوف تكون قد انتهكت واجباتها الدستورية بالأساس اشتركوا في القناة شكرا